اللي في الصورة قدامك ده كائن بحري تم العصور عليه في شاطئ أولاية كاليفرونيا الأمريكية طوله أربع أمطار وبيعيش في الأعماق فقط العلماء ما قدروش يعرفوا النوع ده من الأسماك والحد النهاردة ما فيش أي معلومات جديدة عنه وطبعا الأمواج هي اللي جرفته لحد الشاطئ أما اللي في الصورة دلوقتي هي جزء من عظام الفخزة عند الديناصرات وعمرها أكتر من 80 مليون سنة وتم العصور عليها في جزر سانخوان في ولاية واشنطن الأمريكية واستغرق العلماء يوم كامل علشان يخرجوها ما بين الصخور بسلام وده طبعا علشان يعملوا الأبحاث عليها وقالوا أن هي بتعود للفصيلة من الديناصرات اسمها سيروبودا اللي في الصورة دلوقتي هي أكبر قرات من التلج ممكن تشوفها في حياتك وزن الواحدة فيهم حوالي 22 كيلو بتتجمع كل شتاء على السحل الشمالي لبحيرة متشجان المهم يعني أن الناس بتشوفها كل سنة لكن نادرا يعني لما بتوصل للحجم ده ودي صورة المخلوقات بحرية غريبة جدا العلماء بتسميها مخلل البحر وده لأن شكلها مستطيل وبتتكون من الجيلاتين بتتجمع على الشواطئ للمياه الاستوائية وبيوصل عددها للملايين لحد النهاردة مش معروف سبب انتشارها بالكميات الهائلة دي دي صورة الجلد تعبان تم العصور عليه في إحدى الغابات في ولاية موين العلماء قالت أن طول التعبان ده بيوصل لعشرة متر وتم تصنيفه على أن هو واحد من أخطر الأفاع على مستوى العالم الشرطة هناك بتكتب يفوت أو لفتات تحذيرية بتحطها في الغابة علشان يعني الزوار تاخد بالها ربما حد يتلدغ من التعبان ده المفروض أن نبنهي الفيديو دلوقتي بس علشان خاطر الناس اللي طلبتني زوه دلوقتي هنقعد معكم شوية كمان دي صورة المخبأ غامض مجموعة من الشباب اكتشفت المكان ده لما دخلوا جواه لقوا حاجات مرعبة زي مثلا مكتوب على الحيطة مرحبا إبليس أنا أحبك كمان لقوا حزاء أو قدش مليان طين وكان متعلق على الحيطة ده غير بعض الرسومات والكتابات اللي بتوحي أن هي تلاصم سحرية كمان لحظوا مادة غريبة لونها أبيض كانت بتنقط من السقف وأثناء تصويرهم للكلام أو الأحداث المرعبة دي كلها كانت الكاميرات بتاعتهم بوزت كلها في وقت واحد وبدون أي سبب واضح وهو ده الشيء اللي خوفهم أكتر وخلاهم يسيبوا المكان فورا دي صورة الحيوان اسمه كين كاجو وده لونه دهبي بيحب يعيش على فروع الشجر فأغلب الأوقات بيتغز على الفكهة وبيتميز بالسانه الطويل واللي بيوصل ل13 أو 15 سنط أغلبنا عارف سمكة الرعاد أو صوبان البحر لكن هل كنت تعرف أن شحنة الكهرباء اللي بتطلع من جسمها بتوصل ل600 فولت والشحنة دي بتقتل الإنسان أو أي فريسة تقرب منها تحت المية في وقت قليل جدا ضفادع كتير ألوانها جميلة وعلشان كده بتخدع البشر أنهم يلمسوها وقتها بيتسببوا في وفاتهم وده لأن جلدهم مليان سموم وطبعا بتعتبر من أخطر أنواع الضفادع على مستوى العالم فيه نوع من النمل اسمه النمل الرصاصة وده حجمها بيوصل لطول 7 سنط العلماء اطلقوا عليها الاسم ده لأن شدة الألم اللي بتسببها نتيجة يعني اللاسعة بتشبه ألم الرصاصة بالزبط وطبعا الأشخاص اللي بتتعرض لللاسعة أو اللاتغة دي بتفضل تصرخ جامد زي تومي وجيري كده لما كان بيدوس على المصامير وده صورة لشجرة صنوبر بعد ما البرق كان ضربها وده صورة لشجرة مرعبة شكل فراحة بيشبه البناء آدم إلى حد ما اللي أخذ الصورة دي قال أنا لما كنت ماشي في الغابة وفجأة عيني وعت على المنظر ده حسيت كأن شفت كائن أو مخلوق غريب لكن استغربت جدا أول ما ركزت وعرفت إن هي فروع الشجرة آخر حاجة وده سيف تم العصور عليه كان مركون أو مسنود على شجرة في إحدى الغابات والحد هنا الفيديو انتهى بكرة إن شاء الله الجزء رقم 12 من قضايا تم حلها هنتكلم فيه عن قضايا غريبة جدا ومدة الفيديو هتكون 8 أو 9 دقايق ما تنساش تدعمني لو عجبك المحتوى اللي أنا بقدمه وأهم حاجة شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وتشجعني أكمل معاك الفترة اللي جاية ما تنساش اللايك والاشتراك لو أنت أول مرة تشوف القناة سلام